اشتركوا في القناة بذلت مملكة البحرين جهوداً كبيرة منذ سنين طويلة في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش والاحترام بين الشعوب عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات بين الأديان واستضافة العديد من تلك الحوارات والملتقيات والحرص على مشاركة الدول الأخرى في تنفيذ تلك الجهود التي تستهدف سلام المجتمع البشري واتخذت مملكة البحرين تنفيذاً لرؤية وتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مبادرات عالمية رائدة لتقديم التضامن الإنساني دعماً للسلام تمثلت في تنظيم سلسلة مؤتمرات للحوار الإسلامي المسيحي عام 2002 عقد مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003 استضافة حوار الحضارات والثقافات عام 2014 تدشين وثيقة أعلان مملكة البحرين للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس عام 2017 إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي عام 2018 تخصيص كرسية الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة الأسبيانزا الإيطالية إطلاق برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة بالتعاون مع جامعتين أوكسورد وكيمبرج في بريطانيا تأسيس برنامج مركز الملك حمد للسلام السيبراني لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب في مدينة نيويورك توقيع إعلان مبادئ إبراهيم لتعزيز الحوار والتعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث في واشنطن عام 2020 إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي عام 2021 الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر الشريف عقد ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني وانطلاقا من السياسة الخارجية والدبلوماسية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها مملكة البحرين برسوخ وثبات والتزاما منها بالمواثيق والقوانين الدولية فقد نجحت المملكة في أن تتبوأ مكانة دولية متميزة ومرموقة في مجال التعايش والحوار بين الأديان والحضارات نسبة إلى جهودها الملموسة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي والذي يعكس الإرث الإنساني والتاريخي العريق لمملكة البحرين ويتميز بالأصالة والقدرة على التعايش باحترام مع الجميع ترجمة نانسي قنقر